موسيقى السلام عليكم كديري لبسع لكم بخير فيديو جديد ان شاء الله معكم سوف نقدم معكم الدجاج سوف ترى معي المقادر لدي هنا جاجة بصلتها قطعتها بهذه الشكل قطعتها بالملح وضعتها في الحامض وبعد ذلك لدي بصلة كبيرة لديها بطريقة لدي مقادرة كبيرة خرقوم معلقة كبيرة سكين جبير معلقة كبيرة صبور حبوب جوج في صوص ثومة كباري لدي الملحة على حساب الضوء لا نكتر الملحة لأن الجج لدينا مرقد الحامض ومغسول بالملحة معلقة البزار معلقة صغيرة مع مرش البزار لدي الملحة لدي الملحة الزيت الزيت وزيت المائدة سوف نضيف مخلطين مخلطين ونضيف إن شاء الله على الطريقة لدينا طنجرة صغيرة سوف نضيف بصلة سوف نضيف ثومة سوف نضيف ملحة ثومة 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 كبيرة ثومة ثومة نخلط الجاج جيدا ندامج مع الطرية والزيت نضيف النار قليلا بساف عندي هنا قرفة ونضيف القرفة قرفة عواد ونضيف زفران شعراء هذا اختياري ونضيف الماء هذا اختياري ونضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء ونضيف الماء نضيف الماء هنا لدينا 4 حبات البطاطا سوف نضيف الفريد ونرى معي يأتي بقرمش وزوين ونضيف الماء يأتي بقرمش ونضيف الماء ونشاء الله انتما معي ونضيف الماء ونضيف الماء ونضيف الماء حقيقة كبيرة الملحة لمMcخافوش منها يت sow tab ملحة ونضيف الماء ، لكن في النفس الماء هذا القادر صافا تثير certain unos سوف نزيد الملح سوف نجمع القذل الخل و نجعل فريت سوف نضيفها لها تشكل سوف تبقى واحد الساعة و من بعد سوف نرجع معكم ان شاء الله كيف سوف ندرها ان شاء الله فشتهنا سوف نضيفها فنحن نضيفه بالنسبة لها فنضيف قولها فلنضيفه فنضيفه فنضيفه سوف يتحمر في مجرم هذه الفريسة قمت بترساف الخل و الملحة قمت بتغسلتها جيدا قمت بتغسل الملحة و الخل قمت بتغسلتها قمت بتغسلتها قمت بتغسل زيت سخنة بس لأنه هناك يجب التجيل توجد طنجرة لا توجد الكوكوت وطنجرة الضغط لا توجد طنجرة عادية و يتم تحمره على هذه الطريقة و أولئنا نضع اللاسل و تخطوط اللاسل غير على هذه الطريقة هذا اللاسل اختيارية اللي بغاها اختيارية قطاري خارقة هم تريس بيارية حمرات بابا ان شاء الله سوف نتلقى طبقة تقليل ان شاء الله تمر رحيم الدقيقة شجيع المراقخات و اتمكن من رائق تخسام الزيت والطباق 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 والاشتراك والاشتراك في القناة وشكرا لكم شكرا